هو مدمن نجاح من الكورسات اللي ليها قصة معايا كنت سعب بلاقي في الجلسات ناس عارفين كويس قوي ايه اللي المفروض يعملوه وايه الصح بس ما بيعملوهوش وعارفين ايه الغلط ومستمرين عليه ومش عارفين يوقفه يعني مثلا انا عارف ان التفكير السلبي غلط ولكني بحس ان انا في قوة من جوايا ضغط عليها ان نعمل ده وانا عارف انه غلط ومش عارف اوقفه فيه ناس بعضهم يبقى عارف ان انا مثلا المفروض اعمل مثلا تأمل خمس دقيق في اليوم او ان انا اعمل خطوات معينة عشان اوصل لاهدافي ده والله فيه حد ممكن اسأله يكتب لي لو عملت واحد اتنين تلات اربعة هتبقى حياتي زي الفل وانا عارف كويس قوي ان لو عملت كده هتكون زي الفل بس مش عارف اتحرك مكسل مفيش باور جوه بيحركني فدي يعني كان البداية اللي خلتني افكر انا لازم اعمل كورس يبقى عملي مختلف عن كل الكورسات اللي بقدمها يعني معظم كورساتي بتكون بقى بحلل ونتعمق وبنبدأ نطلع كلام كبير قوي عشان نغير الحياة ونفهم الحياة بالمنظور مختلف هنا بقى هيبقى عملي جدا عملي يعني اثناء الكورس هتدخل هنعمل حاجات جوه لازم هتطلع متغير ومتفرمت بس هنا فيه يعني تريك صغير شوي بحثت من ورا الموضوع ده لقيت ان هو عبارة عن ادمان والادمان فيه ناس كتير مش مدركين ان هو ممكن يكون لسلوكيات احنا فاكرين ان الادمان ادمان مخدرات مثلا او ادمان مواد معينة او مخدرة او حبوب او حتى ادمان زي ادمان العمل لا ده هي العادات هي عبارة عن ادمان يعني الادمان معناه ان فيه حاجة بتتعمل او سلوك بيتعمل وفيه باور او قوة من الداخل بتدفعني دفعا لعمل الشيء ده هنا اتسمى ادمان فعادت افكر طب انا ممكن لو عكسنا الموضوع شوي نخلي فيه باور داخلي يخلي البني ادم يحركه للحاجة الحلوة او الحاجة المفيدة او الحاجة الصح اللي مع استمراره فيها تعمل تفرة في حياته وده كان بداية مدمن نجاح ببدأ في الكورسات العملي برياضة علشان هي الكورسات عبارة عن برمجة للعقل اللوعي فلما الانسان بيعمل رياضة بتبقى خمس دقيق عشر دقيق الكتير لما بيعمل حركات رياضية كل خلايا جسمه بتتحرك وتنشط الدور الدمائية بتزيده القلب بيدق بصورة ايجابية الذاكرة بتبقى اعلى والتركيز وفي نفس الوقت بيحصل فلو في الطاقة وده اهم فايدة من ورد الحركة اللي بتعمل ان كل ما حصل فلو او حركة في الطاقة بتاعت الجسم بيكون العقل متحفز اكتر للتخزين والاستيعاب فعشان كده الكورسات اللي فيها حاجات عملي ببدأ اول عشر دقيق رياضة يعني محدش بقى مكسل يقول ده بص انا مش هعمل رياضة وهاجي بعد ما ما تبدأوا انت حلو انت مكسل ماشي بس الاستفادة بتاعتك مستحيل تكون زي حد عمل معانا التطريبات اللي بتكون مختارة بعناية عشان تحرك كل يعني الدورات الدمائية في الجسم وفي نفس الوقت الطاقة بتاعتك تكون متحركة عشان تستفيد اكتر لا امود من نجاح ما ظن مش ينزل في الاكاديمية لانه هو معتمد اعتماد كلي على طاقة الحضور على ازيار الحاجات العاملية لو نزل هينزل جزء النظري بتاعه بس في الاكاديمية لان انا يعني هدي مثال بسيط كده لو واحد بيعمل تدريب عملي لوحده التأثير بتاعه بيبقى اقل من لو عمل مع خمسة لكن لو عمل مع متين تلتمية خمسمية طاقة الحضور انا بعمل حاجات مهمة اثناء الدورة بحس استفيد من طاقة الحضور كلهم في حفر القناعة داخل الانسان وبالتالي هو هيطلع لازم هيحس تأثير بس برضو فيه تأثير مهم وكبير هيحصل اثناء الدورة ولما يبدأ مستمر على اللي اتفقنا عليه هيبقى تأثير اكتر بكتير من قبل الدورة هو اللي بيستحي يعني خلينا اتفق اتفاق الدورة دي مدمن نجاح بالذات الهدف بتاعها كسر الاطار اللي انت بتعود عليه يعني معظمنا متعاود يكون متخشب كده ويبقى بيحاول يبقى يعني يمشي الصورة الحقيقية انا بحاول في مدمن نجاح اطلع الطفل اللي جوه يعني طلع الطفل اللي جوك فاللي هيحضر هيعمل حاجات تخلي الطفل اللي مكتوم جوه اللي كان مستخبي او اللي دفناه للأسف بالشكل الفيك اللي تعودنا عليه يخرج وبالتالي يبقى الانسان استيعابه اعلى هيحصل له حالة من النشوة والمتعة كده الاجواء يكون مختلفة تماما الاجواء دي لما يكون مختلفة هنخش بعد كده على حاجات عملي ازاي نستخدم الخيال بطرق جديدة ممكن اول مرة كنتكلمت عنها وانعمل فيها حاجات عملي بتخلي الواحد يضحك ويستمتع ويبقى في حالة كده مختلفة من الحقيوية والتحفيز عشان نحفر المعلومات بصورة صحيحة مضمن نجاح وما شابها انا معتمد على العدد الكبير يعني الدورة اللي فيها نقاش علمي ومعلومات فيها ادلة واستنباطات ويعني وعي عالي عميق تقيل ممكن يكون العدد الكبير فيها مش مناسب ويفضل ودينا مركز فيها في الاكاديمية بقى يعني كورسات الاكاديمية هعمل فيها الحاجات اللي فيها تحليل ومنطق وشرح وممكن نستخدم بعض الجرافيك لتوضيح الصورة لما نكون نعمل حاجات اللي هي علاقة بوعي وعمق عالي لكن مضمن نجاح بالعكس مهم جدا يكون في عدد اكبر عشان حتى سعب يخليهم يهتفوا يسرخوا يضحكوا الحاجات دي كلها بتعمل حالة من الطاقة في القاعة وبالتالي بتحفز على يعني مثلا هدي مثال بسيط لما يكون واحد عاوز يحفز نفسه لما يخليه يهتف وقله مثلا قول انا هعمل دي دلوقتي حالا فلما يعملها لوحده يعني السورة بتطلع شكلها حتى عبيت لو حد مسجلها له ايه يا عم ده هيدحك عليه لكن لما يكون في 500 واحد في القاعة بصوت واحد هم ليه في الجيش بيعملوا حركات باكسادهم مع صيحات مدروسة بعناية عشان تفجر كل الطاقة اللي جوه فانا في الدورة دي بعمل حاجات معينة هم هيحسوها اللي بيحضروا كمان عشان تفجر كل الطاقة فيطلع بالطاقة دي ويكون عالف كويس قوي وهيطلع من الدورة بيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبقدمها له في خطوات بسيطة مش مكالكعة بحيس يبقى اخلص خطوة رقم واحد ادخل في اتنين اخلص اتنين ادخل في تلاتة وهكذا فلازم يكون التجمع عشان نوصل للهدف المرجو من هذه الدورة اقمود من نجاح مش لازم اكون حضارة الكورسات قبل كده في الوعي او في العمق انا حتى عاملها للو حد اول مرة عاوز يجرب دورات جديدة في تامع البشرية ويعني مش لازم يكون حاضر بس انا افضل ان يكون على الاقل اخد قوت كلمة التفكير بحيس يبقى المعلومات الاساسية بتاعت الفكرة والتحكم فيها والافكار تبقى عنده شخص ولكن حتى لو ما اخدهاش انا بعمل يعني انا في مضمن نجاح ما بخليوش يفكر انا بغير اسلوبي انا قبل كده دايما بستخدم اسلوب الاقناع ليه وعشان ايه في موضمن نجاح مش هكون بتكلم كتير انا هقولك اعمل كذا بعدين ممكن اشرح لك لو لقيت وقت ممكن اشرح ملقيتش وقت بعد كده هيلقيها في الاكاديمية الشرح بتاعها لكن انا بدي حاجات عاملي اعمل واحد اتنين تلات اربعة وهتحس اثناء الدورة واحنا بنعمل عاملي بالتحسن وبحاجة حصلت جوه واحنا شغالين فحتى لو ما عندكش معلومات ما فيهش مشكلة صح فيه ناس بيفضل او بيظن ان انا لأ انا ممكن انا حب باخد استشارة كده وانت وانا عشان تبقى انت عارف الموضوع بتاعي والوضع بتاعي عامل ازاي فتقول لي اعمل واحد اتنين تلات اربعة ده حلو جدا الاستشارة بتنفع لما يكون الشخص هياخد في ساعة بقدر اسمع منه الموضوع عنده عامل ازاي وبوجهه لحاجة معينة لموضوع معين عشان ده تعاملت استشارات لكن الكورس هو حوالي تقريبا سبع الى ثمان ساعات في اليوم ست ساعات في اليوم ويومين يعني بنكلم في 14 ساعة او 15 ساعة فانت بتاخد كم من معلومات وتدريبات عملي كتير بحيث انت تبدأ توظفها عايز تعمل دي وعايز تعمل دي وعايز تعمل دي فتبقى الدنيا كلها واضحة عندك وانا افضل انا عن نفسي بحب اعمل كده ان انا افضل ان الشخص يبقى فاهم الحياة ماشية ازاي وتدريبات عاملة ازاي عشان هو اللي ينطلق مش كل شوية يعني انا ما بحبش منك التلقين ان انا اجي لك عشان اقولك اعمل دي وروح يلا بقى كده ارجع وروح يلا بقى كده ارجع فالتلقين بيقفل دماغ الشخص وبتخليه مش عارف ينطلق فهو الكورس في ايدته انك تبقى انت حر بتعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عايزها ولكن وقفت قدامك حاجة بقى حاجة صغيرة ساعتها يبقى الجلسة بتكون مفيدة حلو السؤال ده ان سبع ساعات ممكن او ست ساعات ممكن يكون يظن الشخص ان هو مش عارف يركز بس انا هدخل تحدي اتحدى في السبع ساعات ان اللي حاضر يكون زهقان بل بالعكس والله العظيم فيه ناس بيقولوا دلوقت طار احنا ما حسناش يعني عاملها بطريقة معينة احنا عندنا في علمي نفس عارفين ان انسان بيكون في اعلى حالات التركيز لمدة 30 دقيقة بعد 30 دقيقة بربع ساعة بيبدأ التركيز يقل لغاية 45 دقيقة بعد كده بيضيع فانا عامل حاجات معينة وبقومهم وهنتجنن وهنتنطط وبنعمل بعض الحاجات المهم كل فترة بحيث يفضل في حالة تركيز عالي وحماس واستمتاع وتعلم وحفر قناعات كله باكيش كده في مود من نجاح حلو جدا مود من نجاح عشان كمان الموضوع ده ان بعض الناس زي ما السؤال جيه ان انا ممكن اكون ناجح بس انا بيطلع عيني انا بحارب ونجحت بعد حرب طويلة بعد معاناة جديدة ففي مود من نجاح انا بتكلم في ادمانات وكل مرة بزودهم انواع معانا من الادمان لو انت ادمانت واحد بس فيهم والله بيحصل طفرة في حياتك ففي ناس بقى لو ادمانوا اتنين او تلاتة او اربعة بيسهل جدا سرعة الوصول للأهداف اللي هو عايزها وهقول معجومة مهمة جدا ان الجذب مرتبط بالادمان يعني هدي مثال بسيط اللي مود من اكل هتلاقي كل ما يبقى عايز يعمل نظام غذائي الجذب بيشتغل ضده عزمات بتجيلك وفرص والشهوة شغالة الجذب شغال ضدك فتخيل بقى لما انت تعرف افتد من حاجات معينة عشان تنجح فيبقى الجذب شغال في الادمان اللي انت فيه وفي ناس فاكرين الادمان سلبي فانا بقولهم دايما كده الادمان للسلوكيات سلبي ادمان العمل سلبي اي ادمان سلوكيات او عادات ادمان تلفزيون انترنت سجاير مخدرات اي ادمان سلوكي هو سلبي لكن اي ادمان قيمي مش سلبي انا مدمن نجاح مدمن رقي مدمن اخلاق مدمن جمال مدمن ابداع وابتكار دا مش سلبي دا بيحفز الطاقة بصورة قوية في الحتة دي حتى وانا بشرح الطاقة هاتليلي بيسمعني الطاقة ومتفجرة ادمان رقي ادمان ابداع ادمان نجاح لما الانسان بالخطوات العملية اللي هيعملها والتدريبات اللي هاتيه في الاعتباء في الكورس يدمن انه يكون ناجح ويعرف يعد النجاح بحيث يبقى عايش كتوتل في الفلاح هيبقى الجذب بمنتهى السرعة شغال معاه بسرعة رائعة مدمن نجاح ممكن من سن كمان 14 او 15 يحتر لان هو مش زي ما قلت مش بتكلم في حاجات تقيلة عميقة مدمن نجاح عملي اكتر منه نظري مدمن نجاح خطوات بسيطة بالعكس يعني لو حضر شاب او لسه في المراقع 14-15 استفادته هتكون عالية جدا ولو تعلم الحاجات دي كلها من بدري والله انا كان نفسي وانا في سنة 14-15 حد كان يقول المعلومات دي كنت هقل بالدنيا لا لو واحدة حامل او المنتقبات احنا لو الحامل الحامل ممكن تحضر بس الحاجات اللي فيها حركة جسدية بس يلا مش نعملها لكن تواجدها في طاقة المجموعة سعاب بنعمل هتفاد عالية جدا سعاب بنعمل بعض الحاجات لها بنطفل انوار وكلنا بنكون في طاقة هدوء وسكون مع بعض المديتاشن اللي بنعملو ووجودها في الموضوع ده بيفيد جدا لكن بس العمل اللي فيه اكشن او تنطيت هو ده بس مش هينفعتعملو فان شاء الرحمن نقدر نقول للحامل استفادتها هتكون 97% المنتقبات ما يتكسفوش ما فيه منتقبات بيحضروا كتير بس بتبقي لابسة يعني بنترون خفيف رياضي يعني ولبس رياضي تحت العباية والنقاب وتنطيت زي ما انتي عايزها بالعكس المنتقبات بيقوا مستمتعين وملتحين وبيتجننوا اكتر عشان ما حد تشايفهم بيعملوا كلهم ما عايزينه مدم النجاح والكورسات اللي شبهه هي الكورسات الوحيدة اللي بنزل فيها في وسط الناس وباخد معهم لقاءة لان انا انا هدفي ان الانسان يستفيد يعني انا بامشي وبياخد مايك وبروح لغاية عنده لو قاعد فين في اخر القاعة في اي مكان واتكلم معاه واتناقش وبعمل حاجات عملية الكل بيسمع وبالتالي بتبقى كأنها جلسة خاصة فبيعرفوا الاخطاء اللي حصلت او ايه اللي ممكن يكون هو عمله غلط وبوجهه في ساعتها فالكل بيستفيد من الموضوع ده عشان كده بيكون فيه لقاءات كتير ونقاشات كتير مع كل الموحيطين الموجودين وساعات بعملهم حاجات عملية يعني كمان في الاثناء الدورة بنعمل كل جروب بيعودوا مع بعض قدنهم تاسكوا معينة يعودوا يعملوها وده يسأل ده وده يسأل ده ويبدأوا يشوفوا كل واحد طبقها ازاي فبيبدأوا ياخدوا خبرة كمان ان المعلومة ممكن تكون لها كذا طريق تطبيق مع كذا شخص بعد كده بوقفهم وكل واحد بيقول خبرته في الموضوع فيطلع الموضوع اكثر افادة يعني من الاخر انا عامل فيه افكار تخليه اكثر افادة مما يتخيل وحتى في بعض الناس حاضرين معنا بيعيدوه فكل ما كمان الانسان حضر باعادة كل ما خد استفادة من التجديدات اللي حصلت فيه زائد الطاقة اللي موجودة مع الجماعة اللي حاضرين لقيت كمان لما بنقوم الناس وانزل عامل معهم اثناء الدورة زي حديث كده بسمع منه قصة حقيقية حصلت في حياته مشكلة وقع فيها وبيحكي القصة بتاعته كل الحضور بيستفيد لانه بيكون شايف خبرة حقيقية حصلت وبيكتشفوا ايه الخطأ وايه الادمان اللي كان الانسان عايش فيه وقعوا في المشكلة دي يعني في بعض الزوجات مثلا عندها ادمان التفكير السلبي فتحط أحكامها على زوجها فبينطلعهم وبيتكلموا وبيحكوا القصة بمنتهى الحرية والكل بيسمع وبين نعمل زي نقاش بسيط كده لغاية ما نعرف الحل فين وده بيعمل تغيير لحظي لان علميا لما تشوف خبرة حقيقية حصلت من صاحبها وهو بيحكيها ونقعد نفكر مع بعض ساعات ما بقلولش معلومة مرة واحدة ساعات قلت بيالله مين يقول لي ايه رأي ونعمل كده فين يعني الموقف ده نعمل فيه ايه فحد يقول رأي وحد يقول رأي تاني بنعدل عليه فده بيعمل حالة من النقاش تعمل أقصى استفادة للمعلومة في الجزئية دي انا متعمد في مودم النجاح ان كل الوسائل المتاحة لحفر المعلومة نعملها اذا كان اصوات او حركة جسدية او مشاعر او حماس تنطيت حالة جديدة جدا لحفر القناعة لكل اللي حاضرين بس برضو بأكد انت هتاخد طاقة رائعة لو انت خرجت ما بدأتش تعمل الخطوات البسيطة اللي متكلمين فيها اللي استفادة هتكون قليلة اللي بيخرج بجد بيطبق والله بيحصل له تغير جذري في حياته ولا يمكن يكون هو قبل مودم النجاح زي هو بعد مودم النجاح هو انا نويت والحمد لله ربنا وفقني فيها ان مودم النجاح تبقى حالة فيها ميكس كده ما بين المعلومة ما بين الاستمتاع ما بين الحماس والطاقة المتفجرة والاستفادة والوعي بدأ ما يكون شكل تقديم معلومة استنبى كده يعني اللي هو الشكل اللي تعودنا عليه لأنه عامل فيه تغيير يعني بجد اللي هيحضر هيفضل فاكر اليومين دول طول حياته وعلى فكرة كمان من ضمن امتع اللحظات اللي بتحصل لما يكونوا جايين مع صحابهم اتنين تقاتها مع بعض زوجه وزوجته ابو ابنه وامه وابنها ولا بنتها لما يكون فيه اكتر من اتنين جايين مع بعض او واحد يعني اكتر من واحد اي فيه اتنين او تلاتة جايين مع بعض الهارموني اللي بتحصل بينهم بتكون رائعة كمان لما بنعمل جروبس يعني انا في الكورس بخليهم يعملوا جروب مكون بقى على حسب اعداد الاشخاص ممكن من سبعة او من ستة الجروب ده بيعودوا يعملوا حاجات مع بعض اسناء اليومين وبيطلعوا صحاب بياخدوا ارقام بعض وبيطبقوا مع بعض وبيشجعوا بعض بعد الدورة فبقدر اضمن ان هو يفضل مستمر مع الجروب بيحفزوا بعض على الواتساب بقى ولا مواقع التواصل فيفضلوا متحفزين واحد كسل يشوف زميله وبقى ناجح فيبقى عايز يبقى زيه فبحاول قدر الامكان ان اخلق يعني مجتمع طقته عالية بيشجعوا بعض ويكونوا صدقات من الحضور لهذه الدورة انا عارف ان المودم النجاح ممكن يكون لانه جديد على العالم العربي والطريقة اللي فيه والاكشن والكلام ده كله اللي متعود عالطريقة التقليدية للكرسات بيحس ان ايه ده لا 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 انا مش عاجبني كده يعني في الاول بيحس الحالة دي لكن لما بينغمس وبيخش في الحالة وبيشوف نتائجها عليه بيدرك انها يعني انا عاملها لازم انا دايما ببحث على المفيد دايما ببحث ايه اللي يغير بجد فمهم يكون فيه طريقة التقليدية اللي فيها الالقاء او فيها شرح او عرض ومهم كمان عشان التوازن يكون فيه الطريقة اللي فيها حفر القناعات والعملي اثناء الدورة فدورة مودم النجاح عملي اثناء الدورة هنتجنن اذا مش واعي للجنون ما تحضرش هنعمل حاجات غريبة على المألوف انا هدف انك تخرج برا الاطار اللي انت كنت متعود عليه لما هتعمل كده لان حتة مهمة كمان في الموضوع ده ان عقلك لما يكون بيعمل حاجة هو مش متعود عليها مع العلم ومع الوعي مع الحركة اللي فيها جنون فهو اوتوماتيك بيخرج بيكسر البناء القديم فلما البناء القديم يتكسر بيبني بناء جديد انا بحرس يكون موجود اثناء الدورة بتفصيل انا عارف فيه انا بعمل ايه وان شاء الرحمن هيفيد الناس بصورة رائعة لا هو مش هقدر في مودم النجاح اروح كل دولة زي ما عملت في بعض الكورسات اللي قبل كده مودم النجاح هيتعامل في منطقة وسط واللي عايز يحضر يحضر من المقاطة دي يعني في الخليج هيتعامل في دبي قد افكر بعدين في مكان تاني بس هو حاليا في دبي في منطقة المغرب العربي اللي فوق هيتعامل في الجزائر في منطقة الشام هيتعامل في الأردن في منطقة أوروبا هيتعامل في لندن هيتعامل في أمريكا في منطقة الغرب وبالتالي أنا حريص أن أخليه يبقى في منطقة في الوسط بحيث يبقى العدد أكبر والاستفادة أعلى لكن ما قدرش أقول أنه هيتعامل في كذا دولة أو في كل دولة هيتكرر زي ما عالت قبل كده وهو حلوة الكورس يعني أنا عايز الناس تعرف تدوق متعة أن أنا أجاهد بوقتي أو بفلوسي أو بسفر عشان أحضر حاجة يعني أنا نفسي لما بسافر مثلا يا جماعة أنا رايح أخد كورس في أمريكا الحالة بتكون ممتعة وأنا في الطيارة وأنا رايح هناك قاعدين بنغير جو بنحضر أنا كده موقف حياتي باخد معلومات عشان أرجع متفرمت كل ما كنت باذي الجهد أكتر كل ما استفدتي والله بتكون أعلى وساعات يعني ساعات بقرس الناس كده أرصى كده بقوله لما حد يقولي أصل الظروف يا أصل كذا بقوله طب لو أنت النهاردة ربنا يا عافينا يا رب حصل لك ظرف طارق ولازم تروح غرفة العمليات حالا العناية مركزة هتعمل إيه هتوقف كل حاجة وإحنا ليه لما يكون عندنا مصيبة ولعندنا كارثة بنعرف نوقف كل حاجة بمنتهى القوة وبنقنع المحيطين أن إحنا عندنا مشكلة فنوقف كل حاجة لكن حاجة ممكن تغير حياتك وتفيدك في تغيير عادات سلبية أنت عايش فيها وبتضيف في حياتك حاجات مفيدة تبقى أنت عمال تقول لأ وأصل الظروف وأصل كذا والله ساعات في ناس يقول لي إيه هو أنت هتيجي تحت بيتنا إمتى إن شاء الله فإبذ الجهد إذا عايزت تستفيد وصدقني هتبقى بتشكر نفسك كل يوم في الفترة الجاية في حياتك على هذا الجهد الاشتراك في موضوع نجاح بيختلف من دولة الأخرى يعني الشباب اللي بيشوفوني الآن هيلقوا تحت الفيديو في الاندينج بيج تفاصيل كل دولة التاريخ بتاع الكورس معلومات للتواصل مع المركز أرقام تليفونات طرق بديلة للدفع عشان تسهلوا الاشتراك في الدورة وكل ما يحتاجوا فيه من المعلومات عشان يحضر معنا إن شاء الله ويا رب يكون نقطة تحول في حياة كل بني آدم بيحضر هو فعلا كل كورس عندي كده تحدي بدخله مع الشباب قبل الدورة موت من نجاح قادر أقول لهم لأي حد هيحضر هتتفارمت يعني هتتفارمت وتحدي